اشتركوا في القناة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مجمع الملكة الحسين للأعمال أستعد الأوقاتكم بكل خير متابعين في الأردن نهار اليوم ستجوى باردة في عموم المناطق كنتيجة لتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة قادمة من شرق البحر بذن متوسط عبر منطقة بلاد الشم خلال الساعة القادمة يتوقع أن تستمر هذه الأجواء الباردة في عموم المناطق على أن تبدأ المملكة تتأثر بمنخفة جو تم تصنيفها لأنه من الدرجة الثانية اعتبارا من ساعات نهار يوم الجمع سوارق منصطناعي المنطقة خلال ساعة صباح اليوم توضح انتشار كميات من الغيوم العالية بدون فعالية في المنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية سرعان مات لشتاة هذه الغيوم وسادة طق الصافي في عموم المناطق لكن لاحظوا هذه الكميات الكبيرة من الغيوم التي تتقدم من مياه البحر الأبو المتوسط تندفع شرقا تدريجيا باتجاه منطقة بلاد الشام هي عبارة عن كتلة هوائية باردة في طبقات الجو العالية ستعمل على نشوء منخفة جوي خلال يوم الجمعة بإذن الله يبدأ تأثيراتها على المملكة على شكل المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة وأيضا حطوز الخاتم الأمطار سنستعرض تفاصيله خلال هذه النشرة هذه الخريطة هي لتوزيع الأنظمة الجوية المتوقعة خلال يوم الجمعة أثناء فترة تأثير هذا المنخفض الجوي حيث يتمركز فوق جزيرة قبرس تندفع معه كتلة هوائية باردة عبر شرق البحر الأبيض المتوسط هذه الكتلة الهوائية الباردة ستكون أيضا رطبة وبالتالي ستكون مترافقة بكميات من الغيوم المنخفضة والمتوسطة والمطيرة بشكل عام تأثيرت هذا المنخفض الجوي ستكون بالأساس في المنطقة الشمالية والوسطى من المملكة يمتد تدريجيا نحو أجزاء من المنطقة الجنوبية خلال ساعات نهار يوم الجمعة هذه الكتلة الهوائية الدافئة التي أثرت علينا خلال يوم أمس تبتعد نحو الأراضي العراقية وأيضا شبه الجزيرة العربية ننتقل الآن وإياكم نخرى توزيع الكتلة الهوائية المتوقعة خلال أيام القادمة من يوم الأربعة وحتى يوم الجمعة يوم الأربعة تتأثر المملكة ببداية أو في مقدمة الكتلة الهوائية الباردة نسبيا تنخفض على إثراء درجات الحرارة أيضا تستمر درجات الحرارة منخفضة خلال يوم الخميس مع استمرار لهبوب المزيد من التيارات الباردة نسبيا من شرق البحر والمتوسط نحو منطقة بلاد الشم لكن يوم الجمعة درجات الحرارة ستسجل المزيد من الانخفاض مع وصول المنخفض الجوي الذي تم تصنيفه كما ذكرنا من الدرجة الثانية درجة الحرارة ستكون منخفضة يوم الجمعة أجواء ماطرة خاصة بالمنطقة الشمالية تمتد نحو المنطقة الوسطى وأجزاء من المنطقة الجنوبية نتحدث أكثر حول هذا المنخفض الجوي ونستعرض هذه الخرائط لتوزيع الأمطار المتوقعة من يوم الخميس وحتى يوم السبت يوم الخميس خلال ليلة الخميس على الجمعة تبدأ هذه الكميات من الغيوم الماطرة بالتحرك نحو منطقة بلاد الشام وتبدأ تأثيراتها على المنطقة الشمالية خلال ساعات الصباح من يوم الجمعة ثم تدريجيا نحو المنطقة الوسطى خلال ساعات الصباح والصباح المتأخر على أن تمتد نحو أجزاء من المنطقة الجنوبية مع استمرار تأثيرها في المنطقة الشمالية والوسطى خلال ظهر وعصر يوم الجمعة لكن خلال ساعات مساء يوم الجمعة تتراجع فرص سطور زخلات الأمطار مع ابتعاد هذا المنخفض الجوي وتراجع تأثيراته عن المملكة ننتقل الآن وإياكم للتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة حيث تسود أجواء رطبة 7 درجات مئويا ملموسة 5 درجات الرطوبة مرتفعة والرياح تكون غربيا معتدلة أسرع نبقى في العاصمة عمان وتوقعات الجوية الثلاث أيام القادمة يوم الخميس تقص غيم جزء 15 إلى 7 درجات مئوية يوم الجمعة تتأثر مملكة بيئة المنخفض الجوي وتعطل زخات من الأمطار 13 درجة مئوية كحرارة عظمى أما الصغرى 6 درجات مئوية يوم السبت يبتعد هذا المنخفض الجوي ترتفع قليلا درجات الحرارة ليسود تقص غيم جزء مع 15 درجة مئوية كحرارة عظمى أما الصغرى 7 درجات مئوية إلا أنتنتي نشرتنا إلى اللقاء أمنية بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مجمع الملكة الحسين للأعمال موسيقى 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 موسيقى